مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا يوم الأحد بحيث تصبح تقريبا أعلى من معدلاتها بقليل وبتكون الأجواء تقريبا تميل إلى أنها تكون الأجواء لطيفة في ساعات الظهيرة لكن تميل إلى البرود أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر والمساء والأجواء تكون دافئة في الأغوار وخليج العقبة ويوم الاثنين تنشط الرياح الشرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة مشاهدين فاصل ونواصل وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى قليلا وأيضا ذات رطوبة أقل خلال أيام الأحد والاثنين وحتى ظهر تقريبا يوم الثلاثة وبتأثر على شكل الرياح الشرقية هذه تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تقريبا أجواء صافية تخللها ظهور بعض السحب درجة الحرارة الصغرى بحدود ثمان درجات هي أعلى من المعدل بحوالي ثلاث إلى أربع درجات مئوية وأيضا رطوبة نسبية مرتفعة بحدود 91% يعني هناك فرصة لبعض الضباب في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وأيضا ممكن يكون هناك شبورة تؤدي أحيانا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن درجات الحرارة أعلى من المعدل ما بين 2 إلى 3 درجات الأجواء مشمسة أثناء النهار والعظمى المتوقعة بحدود 16 درجة مئوية والصغرى أثناء الليل بحدود 9 درجات يوم الأثنين والثلاثة ارتفاع آخر تدريجي ولكن قليل على درجات الحرارة وتغطي السماء كميات من السحب العالية وأحيانا المتوسطة وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين تقريبا 3 إلى 4 درجات مئوية العظمى يوم الأثنين 17 درجة والصغرى بحدود 12 وأيضا يوم الثلاثة العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة الأجواء في المناطق الشمالية تقريبا مشمسة إربد 17-9 عجلون 18-10 جرش 18 إلى 11 درجة المفرق أجواء ضبابية بالليل وغائمة تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة في النهار والعظمى 18 والصغرى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى أيضا أجواء مشمسة نهارا تميل للبرودة ليلا البلقاء 17-11 مأدبة 17-10 عمان 16-9 البحر الميت 25-18 والزرقاء 19 إلى 9 درجات مئوية المنطقة الجنوبية أجواء مشمسة بالنهار تميل للبرودة ليلا الكرك 16-9 الطفيل 16-10 وشراء 14-7 ومعان 16 إلى 6 وخليج العقبة 24 إلى 13 درجة مئوية أحوال الجوية المتوقعة في المنطقة الشرقية أجواء تقريبا لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا الأزرق 20-7 الصفاوي 19-6 أرويشد 17 إلى 6 درجات مئوية طبعا يتخللها ظهور بعض السحب أحيانا مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر